نعم شاركنا أيضا بجامعة أريد الدولية للدراسات العليا كانت ضمن فقرات المحفل العلمي الدولي الرابع عشر التعريف بالجامعة، هذا المشروع الوليد، الجامعة الوليدة التي سنطلق بإذن الله تعالى في الأيام القادمة هي جامعة بحثية تعنى بالبحث العلمي كوسيلة للتقدم والازدهار في المجتمعات تشخص المشاكل الاجتماعية، الظواهر الاجتماعية وتحاول أن تحل هذه الظواهر بطريقة بحثية وبطريقة علمية جامعة أريد الدولية للدراسات العليا تعنى ببناء الإنسان لمواجهة التحديات التي نواجهها الآن ومواجهة التقلبات وكذلك المستجدات في موضوع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي فحقيقة للجامعة عدة أقسام من ضمنها كلية الهندسة وكلية ريالة العمال وكلية علم الصحية وهنا مذكور طبعا رؤية الجامعة جامعة مبتكرة رائدة دوليا تسهم في بناء الإنسان وإثراء المعرفة والرسالة التي قدمها هذه الجامعة هو تقديم برامج أكاديمية عالية الجودة وكذلك توفير بيئة تعليمية بيئة تعليمية يمكن أن تكون بطريقة غير تقليدية وحقيقة شيء نقطة مهمة جدا وهو تعزيز القيم القيم المجتمعية تعززها بطريقة أكاديمية وعلمية فجامعة أريد الدولية للدراسات العليا كانت ضمن مشاريع التي ساهمت ضمن فعاليات المحفل العلمي الدولي الرابع عشر